الى التهديد بنشر اسلحة نووية رادعة تنتقل الازمة المتفاقمة بين روسيا والغرب في احداث مستجداتها على خلفية التحشيد العسكري المتواصل على طول الشريط الحدودية بين روسيا واوكرانيا اسلحة نووية يهدد الغرب بتحريكها تجاه بولندا واخرى تقابلها هناك على الاراضي البيلاروسية والكل مستعد لاي انزلاق يجر المنطقة الى صدام عسكري مدمر قد تصل ارتداداتها الى الدول البلطيق والقارة الاوروبية قاطبتا لم يعد الحديث في ازمة شرق اوكرانيا عن قاذفات الصواريخ والمدرعات الحربية ونشر الجنود والاليات العسكرية على طول الشريط الحدودية وانما بات الحديث اليوم عن رؤوس نووية جاهزة للاطلاق في اي لحظة يقول رئيس مجلس الامن القومي الاوكراني ان القيادة العسكرية العامة عدت خطة حربية محكمة لمواجهة غزو روسي تراه كييف انه بات مسألة ايام فقط وتحذر موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها سيرجي ريابكوف انها سترد عسكريا بنشر اسلحة نووية في حال استمر تمدد حلف الشمال الاطلسي شرقا على حد تعبيره تلقفت مينسك وهي الحالفة الوفية لموسكو تصريحات ريابكوف ليعلن وزير خارجيتها فلاديمير ماكي ان بلاده تدرس اعادة نشر اسلحة نووية روسية على اراضيها وهو امتداد لمطلب الرئيس اليكساندر لوكاشينكو مطلع ديسمبر الجاري باعادة روسيا نشرة ارسالتها النووية في بيلاروسيا انحرك الناتو اسلحته من المانيا تجاه الاراضي البولندية وكأن التاريخ يعيد نفسه في صراع الزعامة الذي يتفوق على كل المساعد ديبلوماسية لا القمة الثنائية التي جمعت بوتين وبايدن ولا المقترحات الروسية التي انطلقت محادثات بشأنها جمعت مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري اوتشاكوف ومشتشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان تمكنت من خفض التصعيد لحد الان على الاقل